أدانت الحكومة الفلسطينية إقدام الإدارة الأمريكية على قطع المساعدات التي تقدمها لشبكة من المستشفيات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة كحلقة جديدة في الحرب الشرسة التي تشنها واشنطن على القضية الفلسطينية وعلى حقوق الشعب بهدف تصفية هذه القضية وجاءت الإدانة الفلسطينية بعد اقتطاع إدارة الرئيس دونالد ترامب أكثر من 20 مليون دولار كان الكونغرس الأمريكي صادق على تمريرها إلى مستشفيات القدس المحتلة ويستهدف القرار الأمريكي بالأساس مستشفى أوغاستا فيكتوريا المطلع ومستشفى سانت جورج الفرنساوي الذي يعد أهم مستشفى تخصصي لعلاج أمراض العيون في الضفة الغربية وقطاع غزة